أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تتحرك على مختلفية المحاور لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة حيث تقوم بالعمل على توفر مختلفية السلاح في الأسواق وبأسعار مناسبة جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء حيث أكد مدبولي أن الدولة حرصت عند التحريك الذي ترأى على أسعار المواد البترولية على مراعاة امتصاص الدولة للجزء الأكبر من ارتفاعات الأسعار العالمية وبتحميل المواطن الجانب الأقل كما أشار مدبولي إلى أنه تم تكليف مجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء للعمل على وضع خطط للتعافي والخروج من آثار هذه الأزمة العالمية تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا وقد وجه رئيس الوزراء بأن يكون هناك تواصل مستمر من الوزراء والمسؤولين مع البرلمان وكذلك وسائل الإعلام المختلفة لشرح التحديات التي يتم مواجهتها حاليا مؤكدا أن الدولة تبدل جهودا مضنية لتخفيف حدة هذه الأزمات